نهاركم سعيد مشاهدينا لليوم الأربعة 15 تموز 2016 حلقة جديدة بتطلع عليكم من برنامج نهاركم سعيد وضيفي فيها عضو كتلة المستقبل النائب هادي حباش هل هي بلبلة كتائبية أم أن في القرار إن فعلتها الكتائب وبعد أن هددت لساعات أعلن سامي الجميل الاستقالة القنبلة التي فجرها رئيس حزب الكتائب ستصل شظاياها غدا إلى داخل الحكومة فهل في القنبلة ما سيشوه مجلس الوزراء أم أن هي قنبلة دخانية ليس أكثر وأبعد في الأمن تفجير فردان وتداعيته وآخرها اتهام وزير العدل حزب الله اتهام وزير العدل أشرف ريفي حزب الله في قراءته السياسية ريفي قال كما في سبع أيار فشلت وارتدت التطورات على الحزب كذلك تفجير فردان سيرتد عليه أما في سياسة فمجلس الوزراء ومجلس النواب بقانون انتخابه وملفات أخرى لا تزال تنتظر هذه الملفات وأكثر سنبحث كما أشارت مع ضيفي عن قتلة المستقبل النائب هادي حبيش أهلا وسهلا فيك أستاذ هالي في هذه الحلقة أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز في هذا البرلمج وهذه المحطة كما أشارت الكثير من الملفات انطلاقا من استقالة حزب الكتائب الأمس بدي أسألك عن قراءتك لهذه الاستقالة ماذا بعد صاروا ثلاث استقالات في فترة صغيرة بدي أسأل أكثر صار الوقت عنا قد ما عم بيطول عم نشوفه نحن عم نشوفه طويلة على كل حال استقالة الكتائب تفجير فردان تدعيات الحكومة ومجلس النواب جلس قانون الانتخاب وأكثر بدنا نحاول نقراها في هذه الحلقة بسمح لي قبل ما نبتدي حوارنا أنه نعمل الجولة اليومية المعتادة على الطرقات لحقت حالك أنت من أدمة لأدمة قريبة ليك العجقة ليك العجقة من جوني إلى بيروت الطريق ماشي بس لي لحد ما بالعكس سالكي من بيروت إلى جوني هو نيال الي ساكن في بيروت بيشتغل بجوني تثبت معه بالعكس مش دايما مثل ما صاير فيك مش دايما طريق الدورة كمان لأ سالكي منيح طريقة عادية السير عادي ولا يوجد هناك ازدحام بالمطلق شهر الحلو مدخل بيروت ليك مدخل بيروت كمانا فوق شهر الحلو زحمة سير عند تقاطع صيفي مدخل بيروت واصل لنصف شهر الحلو هلأ هي دي زحمة سير على مركز الكتائب ايه على مدخل بيروت على مركز الكتائب على مركز الكتائب او لك ايه طبعا لا ناس رايحة عند الكتائب هلأ في ناس بتحب المعارضة عساسين ما في شي رح اسألك هذا الموضوع عساسين زحمة اشارات فقط ليس اكثر طريق سالكي ما في عجقة سير ايضا في الحمراء الزحمة المعتادة عند تقاطع الكوستا في الحمراء زحمة المعتادة اليومية ليس هناك اكثر من هذا الموضوع وفي كورنيشة المزرعة الزحمة المعتادة عند مدخل بيروت الجنوبي كمانا واقف السير صحيح فوق الجسر ما في عجقة بس تحت واقف السير عند مدخل بيروت الجنوبي وصولا الى سليم اسلام ورمبواء الكولا مستديرة الكولا وختاما مع صيدة طريق عادية وازدحان قليل تقريبا ما في عجقة سير عند صيدة في صيدة باحثيك مجددا اهلا بلا سيد ملك ليه العجقة عند الكتائب هلا انه الناس بس واحد يصير بالمعارضة بتصير الناس بتحبه زيادة تنضانس الناس بالحياة المعارضة بتجلب برأي عام اكتر بكتير من المويلات اظن اذا طرحنا هيدا السؤال قدام النائب سامي الجميل رح يقول لك ان كل عمري معارضة هلا هو المعارضة فكر كمان حتى واط فيك تكون بالحكومة تكون فكر هيدا اكتر شي بينظروا فيها الطيار الوطني الحر بيكونوا عادين بالحكومة وكل نهار وكل نهار بيصيروا يحكوك عن انت قضية الحكومة كنتوا عشر وزراء بالحكومة عشو عم تنتقدوا الحكومة او بيكونوا بشي بلدية مثلا بيعديوا بينتقدوا عمل بلدية بقلب المجلس البلدي فهذا اذا بدك فكر معين عند الرأي العام المعارضة بتجلب اكتر من المويلات اكيد بظروف معينة مش دايما مش انه بظرف فيه استقرار وفيه شغل مفروض ينعمل انه دايما اللي برا هو الافضل لا بس بظروف فيها تشنج سياسي وفيها ارتفاع كيف بصيرها حدثا؟ خطاب بالخطاب السياسي اذا بدك او تشنج وارتفاع نبرة بالخطاب السياسي المعارضة بيكون موقعه الشعب افضل بكثير من اللي بيكون بقلب الحكومة على كل حاله بيانت بانتخابات طرابلوس طبعا انتخابات طرابلوس حسها الاكثر بالموضوع البلدي وبالانتخابات وبالقراءة السياسية بس لنتدي ملفاتنا اتباعا وفيه صلب الموضوع السياسي استقالة الكتائب الامس فاندى النائب سامي الجمعية رئيس حزب الكتائب مجيبات هذه الاستقالة قال انه بكفي نسكوت نحن احكينا كتير قبل بس لازم نقول لا خلاص برأي حضرتك هذه الاستقالة او هذه القنبلة فيها شظايا راح تشضي الحكومة وانها مجرد قنبلة دخانية لا اكيد بدأت تشضي الحكومة ما هو اساسا كله استيز ملك البلد كله مشظى مشظى بظل غياب رئيس الجمهورية وفي ظل وجود حكومة كان من المتوقع انه تبقى عدد من الاشهر صفين هلأ عم نعدلها السنين وكان الفراغ في رئيسة الجمهورية اذا اطع الجمعة او اثنين او ثلاثة الناس كانت بمكان معين عم تعتبروا كارثة اليوم صرنا عم نعد بالسنين فراغ رئيسة الجمهورية كنا بالبداية يقولوا يمكن يجي فلان سنتين رئيس جمهورية لا ما فينا طويلة هلأ صار في عندك سنتين فراغ برئيسة الجمهورية صارت سنتين احيان هلأ مش سنتين احيان صارت الناس صارت الناس عم تطلع تقول لك سنتين فراغ برئيسة الجمهورية ويارات في شيء بالأفق مبين انه بعد شهر او بعد اثنين بنا نروح ندخل برئيس هلأ اكيد استقالة وزراء حزب الكتائب اكيد بدأت شزي الحكومة اكتر منها مش الضية مش ب اداءة فقط هي بوجودها كحكومة بدأ لرئيس الجمهورية عند الرأي العام مش كتير بتحب الناس سيد القصة انه اليوم موجودة حكومة في ظل غيب رئيس البلاد عم 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 تغطي صلاحية الرئيس بس فعليا كان في تجربة سابقة قدام الرئيس تمام سلام هي استقالة الوزير اشرف ريفي واللي ما اثرت على عمل الحكومة هلأ شوف في فرق بين استقالة مع احترامنا طبعا لاشخاص حزب الكتائب ولا حزب الكتائب في فرق بين استقالة مكون خلينا نقول معه 8 وزراء او 9 وزراء بطيروا الحكومة وفي فرق بين استقالة مكون عنده وزيران اكتر من هيك في فرق بين استقالة مكون بمثل كل الشارع تبعه مثل ما يستقيلوا مثلا السنة اللي موجودين بالحكومة او الشيعة اللي موجودين بالحكومة اللي هني بحلف واحد اذا استقالوا بيصير في عندك بتنطرح مسألة الميثقية الميثقية صارت قبل مع الرئيس فؤاد السنة ورسل وفي فرق بين ما يستقيلوا حزب الكتائب اللي هني بمثلوا جزء من الشارع المسيحي بس بعد فيه جزء تاني من الشارع المسيحي موجود بالحكومة. فهيدي التيار الوطني والوزراء المسيحيين اللي هنه مش حزبيين. فهول يعني بدك تشوفها مثل ما هي. يعني ما بدنا نزيد بالتنظير طبعا. بدنا نشوفها مثل ما هي. هل بتقول لي تشزت الحكومة. أكيد بتتشزها. استقالت أشرف ريفي شزت الحكومة بمكان معين. هلأ اليوم اجت استقالت حزبي الكتاب. ما انت اليوم عادي شاشر. وعم بتهرهر شوي شوي. أكيد كنا نتمنى ما نوصل إلى لا استقالة الوزير الريفي ولا لا استقالة اليوم الوزيرين. ألا حكيم وسجعان أزي. صاروا 3 من 24. صاروا 3 من 24. منا حلوة. وهيدي ما انه دليل إذا بدك. ما انه مؤشر إيجابي للحكومة. ولا استمرارية الحكومة. هلأ ان شاء الله هيدا الموضوع بيكون حافظ لحتى نروح نشوف كيف بدنا ننخب رئيس جمهورية. ما دك عم تقول ما في شي بالأفر. أنا هيدا دايما بقوله أنه. ما دك عم تقول ما في شي بالأفر. ما بدك. إن شاء الله بتكون حافظ لحتى هالناس المعطلين يوعوا أنه يا أخي هيدا تلتة وزر اللي هالأصاروا مستقلين من الحكومة. لوين بدنا نكفي. وهوني أنا بردك على شغلي بنوصلها بشغلي لما بيحكوا اليوم عن انتخابات نيابية. أنه نحن اليوم حتين كل تقلنا تنروح إلى انتخابات نيابية وتنجري انتخابات نيابية. ما في سؤال اليوم. على أساس أي قانون. مش مهم. ما عم سبق لي كتير بالملفات. لا ما عم سبق لي كتير بالملفات. لا ما سبق لي وصلك على قصة على هاي المعادة اللي نحن اليوم فيها. اللي مرتبطة بالحكومة. طب نحن اليوم إذا لحنا عملنا انتخابات نيابية والفريق المعطل للانتخابات الرئيسية شارك بالانتخابات النيابية وربح أو خسر. هل فيه لح يعمل تعاهد أمام الرأي العام كل الناس اللي بدون يشاركوا بالانتخابات أنه نحن لن نعطل بعض الانتخابات النيابية جلسة انتخاب الرئيس مين ما ربعه ومين ما خسر؟ لأنه فيه معادة اللي قطرة جدا بدي يقع فيها البلد. وحتى لو مين ما كان وقع تعاهد بغض النظر عن الطرف. عم بحكي أنا التعاهد المعنوي. لألك ليس. التعاهد المعنوي. شو بيلزم مطلق طرف أنه يلتزم بتعاهد؟ عم بحكي تعاهد معنوي أمام الرأي العام. يعني اليوم أنا إذا بدي روح على انتخابات نيابية استاذ مالك قبل الانتخابات الرئيسية قبل الانتخابات الرئيسية وإجي فوت على هالانتخابات ويربح فريق أو يخسر فريق أو يطلعه نص بنص أو شو ما كانت النتيجة؟ على الأكيد ما فيه فريق اللي حياته 86 نياب هذي متفين علىها. طب اليوم هل كل الناس لح تعرف أنه بعد الانتخابات النيابية جبنا مجلس نواب جديد وطيارنا الحكومة الحالية لأنه اعتبرت الحكومة مستئلة وصرنا بلا مجلس نواب لأنه ما بيجتمع بيزل الحكومة المستئلة وبلا حكومة وبلا رئيس جمهورية البلد اليوم مستعدين ناخده إلى انتخابات نيابية ونطير الحكومة بدون على الأقل تعهد معنوي من الناس من النواب ومن المواطلين أنه يا خي بعد الانتخابات النيابية شو ما كانت الظروف؟ بنروح ندخل برئيس جمهورية؟ برأيك بالتراتبية يمكن أن نجري انتخابات نيابية قبل الرئاسية بس شرط يكون في تعهد؟ أستاذ مالك أنا اللي عم بيجي يقوله اليوم البلد بوضع حكومتك عم بتفرفض ما عم بيقبل فريق ولا بأي شكل من الأشكال يروح على انتخابات رئاسية إلا ما تنتخبله فلان وهذا شيء منه ديمقراطي طيب عم بيجي قللك تاعتا نروح عن انتخابات نيابية طيب يا خيز رحنا على انتخابات نيابية أخذ فريق بالبلد سبعين نياب وفريق أخذ بيس لح تقبل الناس كلها بعد الانتخابات شو ما كانت النتيجة؟ ننزل على مجلس النواب؟ أو بدكن بعد تفرضوا البلد زيادة نعمل انتخابات نيابية بلا مجلس نواب وبلا حكومة وبلا رئي جمهورية مطلوب رئاسي قبل انتخابات نيابية هذه خطورة الذهاب إلى الانتخابات النيابية قبل الرئاسية مطلوب إذا بدون يعملوا انتخابات نيابية بالقليل يطلعوا أمام الرأي العام كل الفرقة نعمل انتخابات شو ما كانت النتيجة راحين؟ بس أما نحن نجي نعمل انتخابات نيابية وما في رئيس ونطير كل شي يعني عم نهد بعض الهيكل أكتر على الرأي العام اللبناني وعلى الشعب اللبناني هذا المطلوب؟ طيب فراغ رئاسي سنتان بما انه فتنا موضوع الرئاسي فراغ رئاسي سنتان ما كان أهيا ميشيل عون من الفراغ الرئاسي؟ كل شي كان أهيا من الفراغ الرئاسي بس اخر شي هدي ديمقراطية انا برأي كل شي مما كان مع احترامي للجنرال عون ولا غيره مما كان برئاسة الجمهورية أفضل بكثير بكثير من الفراغ ليش موصلنا لميشيل عون ما زال فيه فريق بده الجنرال عون لأنه أولا ما أحدا كان عارف أنه فيه فريق لهذه الدرجة إذا بدك بالبلد يعني عنده قلة مسئولية وقدر يترك البلد سنتين بدون رئاسة جمهورية وللأسف حزب الله بهذا الموضوع يتحمل مسئولية كبيرة بس حزب الله كان واضح من أول يوم أنه مرشحه الجنرال عون يا أستاذ مالك أنا حق حزب الله يكون مرشحه البدوية وحق أنا هادح باشي يكون عندي أي مرشح بس مش حق لا أنا ولا حزب الله ولا أي فريق سياسي بالبلد اترك اللبنانيين بدون رئيس للبلاد ومش حق حدا يطير لهم حكومتهم ومش حق حدا يتركهم بدون مجلس نواب نحنا كممثلين عن الشعب حقنا نحنا انتخبنا من هذا الشعب نروح نمثله بشكل صحيح أنا اليوم كمحامة لما بتعمل لي أنت وكالي بتقول لي روح دافع عني بالمحكمة مش حق أنا كمحامة روح ما أحضر لك الجلسات ويطلع فيك مذكر التوقيف بكون خربتلك بيتك اليوم النواب عم بيروحوا مع الشعب نوكلهم للنواب لها النواب بيروح الشعب بيوكلهم شوية بيطلع النيب بيقول لك والله سوري أنا نازل على البحر يوم الانتخابات بس ما هي كانت مانا شغلتك انت اليوم بلاك روح تعمل ويش بيتك هايدي بانتخابات الرئاسة او انا طالع على بالي اليوم شايف حق الديمقراطي انا مروح على الجلسة بعطتلك رئيس جمهورية على سنتين هايدي بأي منطق ديمقراطي إله حق نيب يجي إلك للشعب اللي انتخبوا أنا إلي حق عطل سنتين مجلس نواب قبل مرة ما صارت هايدي التعطيل بموضوع قانون الانتخاب من قبل كل يا سيدي هلا انتبه أنا ماني انتبه لا يعني أنه أنا بالمبدأ أنه عم تتهموا حزب الله اللي عم تعطل البلد وفي وكالة ما عم يتخططها أنا اليوم النقاش بوقتها اللي صار على موضوع قانون الانتخاب كان بوقتها النقاش هل إله حق مجلس النواب يجتمع في ظل حكومة تصريف عمال اي او لا بوقتها هذا النقاش اللي كان صاير بقانون الانتخاب أما اليوم مسألة انتخاب رئيس جمهورية ما حنا نعم يناقش بشرعية الجلسة حتى قبل مبدأ فراغ الرئاسي لا لا في نقاش بوقتها صار أساسي إله حق مجلس النواب يشرع في ظل حكومة تصريف عمال او ما هذا كان النقاش طلعوا قالوا أنتوا بكون تعطلوا قانون الانتخاب مش هذا النقاش كان النقاش إله حق أو ما إله حق يشرع اليوم ما فيه شيء صراع قانوني أو دستوري بس حتى بوقتها وقت اللي كان فيه صراع قانوني ما إله حق يشرع كرمال الأمور المالية نزلت وشرعته أمتين لا 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 واقف الأمور المالية هلأ مبارح صارت هذه ما إله عليها لا 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 عم بحكي سندات اليوروبون لا 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 الأمور المالية هذه مبارح صارت عم بحكي أنه عم بتقولوا عم بتقولوا ما إله حق يشرع مشان هيك منزلتوا وبررتوا لحالك وقتها كانت النقاش في حكومة مستقيلة وبدأت تنزل على مجلس النواب هلأ اليوم ما في حكومة حالية يختلف النقاش الدستوري في حكومة حالية عم بيطلع الوحيد يقول الشيخ سامي جميل أنه مجلس النواب هو هيئة ناخبة ما بيحق له يشرع بعدما بعيد الفرقاء كلهم سوا دون استثناء عم بيقولوا لا مجلس النواب ما أنه فقط هيئة ناخبة بيقدر كمان يشرع في ظل غيب رئي جمهوريين صحيح اليوم نقاش دستوري يختلف بس أنا اللي عم بيجي يقولوا أنه اليوم مسألة انتخاب رئيس جمهوري شيء وجلسة بمجلس النواب أنا اليوم يعني إذا راح واحد غاب عن جلسة مجلس النواب بفهم أنا نيب غاب عن جلسة لظروف معينة بس أنا اليوم يجي فريق سياسي يجي إلك بالمبدأ يا بتنتخب لي مالك الشريف رئيس جمهورية أو رئيس حكومة يا بتنتخب لي رئيس حكومة أو بتسمي لي رئيس حكومة أو أنا بظلني معطل سنتين ثلاثة مجلس النواب هذه بعد ما صارت بمجال الأمازون إلا بلبنان هذه بعد ما صارت يعني أنا ما بفهم أنا كيف اليوم بدأ تيجي فريق سياسي يحمل مسئولية أمام الرأي العام لو أنت عيش بشي بلد الاسترخاء الرخاء الاقتصادي والرخاء السياسي والرخاء الأمنى وعم بتعمل هذا الموضوع يمكن فيه عندك تبرير واحد بالمئة بس أنت ببلد مهري أمنيا ومهري اقتصاديا ومهري اجتماعيا وفوقك لا يدعم تهري دستوريا ومؤسستيا وسياسيا كيف تحملها أمام رأي العام بكرة التاريخ بديو يكتب عن ناس تركوا بلدهم سنتين ثلاثة بدون رئيس جمهورية استاذ مارك هذا كلام اللي أنا عمل لك اليوم بكرة التاريخ بديو يذكره بمرحل من المراحل فريق سياسي ترك بلده سنتين بدون رئيس جمهورية بس التاريخ بديو يكتب كمان بمرحل من المراحل في نواب تركوا بلدهم بلد أنون انتخاب من اتنين وتسعين لليوم مين مين أن النواب اللي تركوا بلدهم بدون أنون انتخاب سميلي شاب نعمل إحنا بأنون الانتخاب عم ننزل على مجلس النواب عم ننائش عم ننائش أنا مش عم بحكي هلأ أنا مش عم بحكي هلأ صار انتخابات صار انتخابات 2008 يا أستاذ مالك اسمعني شوي مش هاد يحباش اللي ترك الناس أنا ما سمعت بعرف بعرف سأنا عم بعطيك متر مش هاد يحباش ومش غيره لهاد يحباش اللي ترك في عندك قانون الانتخاب بيصير فيه عليه تصويت صح ما فيك أنت تلوم مجلس نواب إذا اليوم اتفق على هذا القانون أو اتفق على قانون غيره وصار فيه تصويت ربح قانون معين بس أنا اللي عم بجيئ لك مشكلتك إنه ما عم بصير تصويت من الالفان واربعة من الالفان واربعة ونحنا عم نجر حالنا عم نوصل لها حال تأخير 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 هاد يحباش النيب أو بملك الشريف اللي إن شاء الله يوم ما بيعمل نيب المشكلة إنه لما تركب تركيبة أنت طائفية بالبلد بيجتمعوا قيادات الطوائف وبيعدوا مع بعضهم وبيتفعوا على أنون هول بدك تسألهم بكرة ليش سيسأل أيضا في البلد من منع إقرار أنون انتخاب منطقي بيوصل صوته ماخر لأنه بمحال معين يوم حضرتك محامي وبتعرف أسس الدولة هي شغلتين أنا تروح تسأل البدكي بس البدي إلاكي شغلي بس البدي إلاكي شغلي هون تعقيبا على كلامك آخر شي تصوتوا على أنون ووصلوا عليه عجبنا أو ما عجبنا أنا اليوم بموضوع رئيسة الجمهورية روحوا صوتوا على الرئيس اللي بدكون إياه عجبنا أو ما عجبنا أنا بدي يكون في عندي رئيس أنا اليوم مش دايما فيني يجيب الإيديال وأحلامي ما كل ما يتمناه المرء يدركه هادي بتزبط بكل المواقع بتزبط بأنون انتخابي أستاذ مالك وبتزبط برئيس جمهورية أنا اليوم إذا أنا شايف أفضل رئيس جمهورية عندي هو إيكس وما قدرت وصلته مش البديل بترك البلد بدون رئيس ايه بس اليوم انتوا مش رقم عادي بالبلد اليوم كتلة المستقبل واح ولفاقة رقم صعب ما فيه الواحد يطلع منكن ما فيهم يقرروا اليوم بأكترية تلتين ما فيهم يقرروا يتخطوا داخل مين اللي قرر على قانون الدوحة مين اللي علق يا أفطاط على الطرقات هادي حبيش كرمين شو يوم قانون الدوحة هيدا اللي هلأ نحنا عم نقاطل فيه عم نقاطل تنغيره مين اللي علق قعدنا حقوق المسيحيين بقانون الدوحة يا أستاذ مالك هادي حبيش أو التيار الوطن الحر هي القصة من قبله هي القصة من قبله من 2004 لما كان في جلسة قبل 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 لما كان إسلامان فرنجية رئيس وزير داخلية يا أستاذ مالك هادي مرحلة أنا ما كنت فيها أنا مش هم حاسبت لألك أنا عمقول سيسجل التاريخ لنواب أنه كمان لليوم بعد ما قدروا عملوا شيء وأنا برجع بذكرك أنا ما قلت من هلأ أنا قلت من 92 لليوم بس أنا لدي لك من لما طلعنا من الحرب الأهلية وبلشنا نأسس دولة ما قدرنا عملنا أنون انتخاب عصري ويمثل صوت الناخر أنا خليني تكون واضح معك أنا يعني بتسألني وبجيبك من 2005 لليوم لأنه قبل 2005 لا تسألني أنا ولا تسأل غيري لأنه كانوا السوريين يحطوا أنون الانتخاب أنا عم بحكيك لما صاروا اللبنانيين يحطوا أنون الانتخاب من 2005 لليوم من 2005 لليوم بدأك تسأل النواب اللي هني عم بيصوتوا ورؤساء الكتل السياسية اللي عملوا التسويت من 2005 لليوم صار فيه تعديل واحد على الأنون هو الدوحة صح ولا لا هذا التعديل تبع الدوحة كل الناس شاركت فيه بدأك تلوم كل الناس اللي شاركت بالدوحة بالوقت اللي لما اجت الدوحة كمان بين هلالين لما اجت الدوحة صورت للرأي العام المسيحي أولا واللبناني ثانيا أنه هذا الإديال اللي نعمل لهذا لما صارت الانتخابات وطلعت النتائج صارت الناس تقول لك لا ما عجبني أنون الدوحة بدروه على قانون آخر على كل حال أنا فيه بخص قانون الانتخابات أنا أول من قال أو من الأوائل اللي عم بقوله مفروض نروح إلى تصحيح بقانون الانتخابات ونعمل قانون عصري ونعمل قانون يصحح التمثيل مع الحفاظ على صيغة العيش المشترك بالبلد مش صفي نعمل قانون فيه طرح معين ممكن هدي حباش يكون قريب أو ميال لقاله أكتر من الطرحات الباقية أنا عندي طرحي الخاصة اللي دايما بقوله بسألة مهات أنا ما أحدا نعم يسمع لي قول هو أنا مع الأبقاء على القانون الحالي كما هو القانون الستين ولكن مع أنه تترك بكل الطوائف يكون في عندك الممثل اللي بدي يكون من طايفة معينة تحط له مينموم بطايفته بدي قطعهم شو بتربح بهذا الموضوع بتربح بهذا الموضوع يعني نوع من النسبية طوائفية مش نسبية إذا بدك يعني مثلا يعني بعطيك مثل عكار عكار منطقة مختلطة تجي بتقول أنت في عندك سبع نواب بعكار كل نيب من النواب السبعة لحتى يقدر يقطع وتعدله أصواته ببقية الطوائف على الأقل بده ياخد 33% من طايفته هلأ شو بتربح انت بهذا الموضوع بتربح بهذا وهذه بنفس الانتخابات هذة الزمان حدا انت راحها بتعمل الانتخابات على دورتين بتأهله بمنطقته بتأهله بمذهبه بمذهبه وبتنتقل فيه على بقية المذهب والطوائف هلأ أنا بدل ما تجي تعمل الانتخابات على دورتين بتعملها بفرد دورة بتفرز مثلا أول شي صندوق الموارنة بعكار بتخدهم على لجنة آيد مارونية بتطلع النتيجة بلجنة الآيد المارونية في هذي حباش مثلا اخد 33% والخصم تبعه اخد كمان 50 وواحد اخد 20 المؤهلين هني كل واحد قطع 33% لما أنا ما فيك تعمل نص لاش أنه النص بيطلع واحد بس بصفية انتخابات مارونية ما بقى فيه بقية الطواف لما بتجي تقول تلت بتلت بتلت اعتبر ثلاثة يأخده تلت بتلت بتلت اللي بيربح هو اللي بياخد ببقية الطواف هذي شو بتمنعها فيها شو بتربح فيها هي بتربح فيها هيدا الطرح انه ما بقى حدا يقدر يجيب قصبي بمنطقة معينة إلا أنا بحط هده العصا ومش بمثلاء في ناس ما بتمشي فيه بس أنا برأي هيدا أفضل أنون وليش بتربح فيه هيدا الأنون هيدا الأنون إيجيبيتو بتربح فيه انت انه تترك كل المرشحين بكل المناطق هلا المناطق مثل كسروين فيها خمسة موارنة هيدا مش مطروحة فيها هيدا المعيدة لليش لأنه أساسا ما فيها موارنة بس المناطق المختلطة بتحافظ على صحة التمثيل المذهبية للمرشح وبنفس الوقت المرشح ما بقدر يكون عنده خطاب طائفة لأنه بده بده رأي الآخر بده كل الناس توقف معه بده طائفته بده يكون يمثل بطائفته وينطلق إلى التمثيل ببقية الطواف بعد الفاصل الإعلاني الأول بدي أرجع من حيث انطلقنا من الحكومة بعد استقالة حزن الكتائب لأنه صحبنا منيح رحنا على أنون الانتخاب ورئيس الجمهورية بدي أرجع على مسألة استقالة الكتائب والحكومة اليوم ماذا أمام حكومة تمام سلام غدا في أول جلسة بعد استقالة الكتائب اللبنانية فاصل قصير ونعود أعود إلى لكم مشاهدين وإلى حلقة اليوم من نهاركم سعيد وضيفي عضو كتلة المستقبل النائب هادي حباش السيد هادي بعد استقالة وزراء الكتائب قلت حضرتك أنه لابد ستتشضى الحكومة صاروا ثلاث وزراء بكرة في اجتماع وزراء المستقلين ما رح يحطروا الحضور بتصور لا بانا شوف إذا بدون يوقع ولا هذا السؤال اللي بدنا نشوفه هل بدون يستمروا بتوقيع بوزاراتهم إذا بدون يستمروا بوزير العدل عم بيوقع بس مش بوزارته بمكتبه بغض النظر بس مكتبه أو وزارته صارت شغلي شكلية بس اليوم لما أنا بدي استقيل من وزارة ما فيني يضلني وقع يعني أنه بدي السلطة وما بدي السلطة بمحل معين أنا برأيي أنه الاستقالة هي استقال لأنه بفهم أنا في شيء اسمه تصريف أعمال زياد بارود الوزير زياد بارود بالأمس كان عنده مقاربة لهذا الموضوع بيقول أنه إلى حين قبول استقالة الحكومة أو قبول الاستقالة بدي يضل هو يوقع يعني رأي بس أنا اليوم فيني كمان موقع وابعت كتاب أنه أنا خلاص استقلت يعني آخر شيء الوزير في وزير بالوكالة في وزراء بالوكالة هني بيوقع هلا إذا بدنا نستقيل ونقول أنه لأ نحنا بدنا نبقى ونوقع هذي كأنك صرت عم تعمل تصريف الأعمال هذي مانا حكومة تصريف أعمال تقول الوزير بدي يستقيل ويضل يوقع الوزير اللي بدي يستقيل بيقول أنا خلاص استقلت لأنه شو المعنى اليوم الاستقالة أنه هي فقط ما تحضر جلسة مجلس وزراء يعني أنت كل أمورك كل أمورك بالوزارة عم بتمشيها ولكن أنت مش عم تحضر جلسة مجلس وزراء إذا هذه صارت استقالة إذا بدك بما كان معين استقالة شكلية بطلت استقالة جدية الاستقالة الجدية هي عم بحكي استقالة بيبطل حدا يوقع هلا بيقدر الوزراء هلا إخشي ما بده يحسبون للوزراء إذا استقال شكليا أو جديا بس أنا عم بحكي أنه تحت نكون عم موضح للرأي العام دستوريا لأنهي هيدا الملف نخط على ملفات أخرى الكتائب قالت كلمتها في موضوع النفايات مش معيب اللي عم بيصير بملف النفايات في لبنان هو معيب القصة لمن صارت من البداية لو صلنا فيها لهون معيبة أنه كانت يعني تسلسل إذا بدك الأحداث بالحكومات من 10-15 سنة إلى اليوم نترك الموضوع كان يوصل وينفجر ونترك النفايات توصل على الطرقات منيح اللي يصار إذا بدك الحل المؤقت اللي هلأ عمل ما بعرف زي هيدا الحل ما بقوله سامي جميل نائب سامي الجميل أنه هذا الحل مش مؤقت عم بيقوله أنه مؤقت عاملك ما بعرف زي هيدا الحل هو حل يعني مؤقت وما بعرف إذا هذا الحل هو الحل الأنسب بس على الآخر هذا حل بمحل معين حل يمكن على حساب مناطق حل على حساب ناس حل على حساب صحة بعض الناس أكيد منه الحل الأفضل الحل الأفضل تشوف أنه اليوم دول شو عم تعمل وتقدر تنفذ هذا الحل وأنا كنت دايما عم أقول للي عم بتواصل معهم من الحكومة أنه يعمل حتى نقدر نعطي ثقة نقدر يعني نقدر كسياسيين إذا بدك نعطي ثقة نحن غير معنيين بالملف بشكل مباشر بس نقدر نعطي ثقة للرأي العام بأي حل مؤقت بدك تعمله لازم يترافق هيدا الموضوع مع الحل النهائي يعني تجي بتقلي أنت والله أنا ابن برش حمود تجي بتقلي يا خي أنا بدي حطر لك نفايات عندك على سنة ولكن بنفس الوقت بدي حطر لك على سنة وأنا لزمت خلينا نقول مثلا المحرقة اللي بدأت نعمل اللي هو الحل النهائي خلينا نقول لبيروت وجبل لبنان لزمتها وهيدا العقار محطوطة فيه لا لا مش الحل النهائي عم بعطي مثل لا فيه توجه بغض النظر شو ما كان أنا مش عم ناقش تقنيا الحل أنا عم بيجي يقول ناقش أنه اليوم هذا المواطن اللبناني بأي منطقة كان موجود إذا أنت اليوم أنت فيه تجربة سيئة معه هي تجربة المكب تبع برش حمود مش برش حمود شو اسمه اللي هلأ كان بيكبه في كارنتينا لا لا وليد جملات اه خلاص تكر ايه بعرف على رأسي وهيدا تجربة 17 سنة مطمر النعمة عفوا مطمر النعمة هيدا تجربة 17 سنة من الفشل وقلة السئة بالدولة أنه راحوا بوقت أفتحوا ألولهم على 6 شهور وعلى سنة وعلى سنتين عيش 17 سنة اليوم ابن برش حمود حقه يفكر الشيخ سامي وحتى ابن برش حمود عنده بوجه مكب صار له ثمين قدام وبعده لليوم عم يختنق بالريحة ومتعالج صح وهلأ رجع يجع من جديد كمان ينفتح يعني اليوم سامي جميل بما يمثل بمنطقته بالمتن معه حق يجي يقول يا خي أنه أنا اليوم في تجربة النعمة 17 سنة وفي تجربة برش حمود بعدها لليوم منتهيت أنا هلأ راجعين من جديد تعلولي هذه التجربة هذه معه حق فيها مشان هيك اليوم كنت أنا عم بقوله وبعدني لليوم بقول ما تقدروا يا دولة أي وزارة هي معنية بعد الموضوع تروحوا تأنعوا منطقة معينة خي ما نحنا جربناها صارت عنا بمنطقتنا بعكار وقامت لأيامي كان في مكبه سرار كان بده يصير سرار صح هلأ بغض النظر عن النتيج السيئة اللي وصلنا لأنه بقي كما هو هلأ اللي هو يعني مكبع شوائي مكبع شوائي بس بغض النظر بس أنه أنت اليوم الناس شو كانت عم تقول لك أنه أخي أنا بتجي بتقولي أنا بدي إياه على سنة مين اللي ألق على سنة بركة ستت 17 سنة نفس الشي اليوم صاير ببرش حمود هلأ عم تجي تقولي على سنة مين اللي ألق على سنة لم يرق المشروع من أساسه لأنه الزبالة على الطرقات هي الكارثة اللي صارت أنه النعمة لما أخفلت صارت الزبالة على الطرقات صار بدهم يجربوا يمرقوا حيالها ملف حيالها شي تحتى يدروا على الأقل يشيلوا عن طرقات بشيلوا عن طرقات هلأ أنت اليوم يخي أكي حشرت ومضطرت شيل عن طرقات يخي بالقليل يعطيه شي للرأي العام هلأ دايش صار لهم ياخدين قرار للحكومة شهرين ثلاثة من شهرين ثلاثة بالقليل يلزموا هالمناطق هايدي اللي هلأ بتكون تكبوها ببرج حمود أو غير شحمود لزموها أمام الرأي العام من يتحمل المسئولية الحكومة حكومة تتحمل المسئولية بيضا الموضوع تلزم لحتى تفرجي ابن برج حمود أنه يا أخي أنا فعلا عسيني أو فعلا عسيني ونص يخي يبين تلزم هالشركة اللي بدأ تعمل هالمحرقة اللي بدأ تاخد هالنيفية يبين هالشركة اللي تزمت وبدأ سنتين تتخلص المشروع بس أنا ما فيك إصلا اليوم ما لزمت بليك سألك سؤال اللي هو بالجلسة الأخيرة كان في توجه لتلزيم موضوع الطمر اللي هو يقولون إنه مؤقت لشخص طبعا أنا بيسألك سؤال إذا بكرة طارت الحكومة هلا راحوا وزينين ومبارح وزير أشرف ريفي وبكرة بعد يومين ثلاثة طاروا ثلاثة أربع من الحكومة وطارت الحكومة وما في رئيس جمهورية وما في مجلس نواب وما في شي شو بيصير يعني ابن درج حمود بيعدوا عشرين سنة هيك بركي بقيت عشرين سنة لسة ما بتعلم بيظل الوضع اللي نحن فيه متفائل كتير تتعرف ادياش متشائن تتعرف ادياش متشائن بركي بقيت القصة عشر سنين وعشرين سنة شو بتعمل طبعا هذي هالناس إلا حق على الدولة إلا حق على دولتها بتكبر لي زبالي أنا عندي ومش يعطيني برو جي أو مش يعطيني أمل تقلي والله أنا بعد سنتين انتوا جزء من هذا المكون اللي بيشكل الحكومة ما عم تناقشوا بهذا الموضوع أنا هذا الكلام اللي عم نقشك فيه اليوم على التلفزيون كل يوم نقش فيه بالمجالس الداخلية إنه فيه غلط كبير عم بيسيحكيته بالكتلة بدك قللك أنا شو قلت قبل الكتلة بدك قللك أنا شو اقترحت على الرئيس تمام سلام شو اقترحت عليه أنا اقترحت حظت أن الناس اللي بيزوروا لها تمام سلام من وقت الى آخر أنا لك شو اقترحت على الرئيس تمام سلام وأنا فعلا هادي باقترحها لأنه صرت عم شوف أنا سيئات سيئات اليوم إذا بدك وجود الأمور كلها حصرة بالوزراء في عندها سيئات في عندها إيجيبيات بمحل معين هي إنه اليوم أوكي الوزراء سياسيين وبيمثلوا بالسياسة ولكن تعرف وين سيئاتها خلق ملف بعطيك مثل ملف النسيات وهالكلام يطلو يا لرئيس حكومة ملف النفية تصالوا 17 سنة يعني عم نحكي 17 سنة بالنعمة طيب من 17 سنة إلى اليوم ليش ما نحلت الأزمة النعمة بدك أقول لك بكل صراحة ليش لأنه كل الحكومة بتجي بتعمل لجنة ويزرية هاللجنة الوزرية بتعود بتبلش تيتعرفوا الوزراء الجدد بالحكومة على تفاصيل هذا الملف تاخد لها 3-4 شهور تيشوفوا شو بدين ياخدوا قرارات ويقعدوا يحكم على العالم وهو 6-7 شهور ثانين طارت الحكومة ما هي اللي جان مقبرة القوانين والبشرية لا مش اللي جان مش بس نية بيه مش بس نية بيه حتى وزرية لا بسأل مش هكي تعال شو لتلو أنا للرئيس تمام بتسمع مني شاري قال لي شو لتلو بتألف لجنة من مدرع عمين قال لي كيف مش وزراء تركها بهذه الطريقة أنا بقلف لجنة فيها مدير عام البيئة بقلف لجنة فيها مدير عام من الدخلية بقلف لجنة فيها مدير عام كل المدرع العامين بس معوض المدرع العامين كل قرار واربط بوزير لا مش ضروري لا 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 هولي بيشوفوا شو الحل النهائي لكل معضلة النفايات بالبلد بتتألف هاللجنة وإذا طارت الحكومة بيضلوا مستمرين اليوم بعملهم هن مكلفين بقرار مجلس وزراء ما بيلغي إلا قرار مجلس وزراء تاني بيضلون يخلصوا طيب خلصوا كل هذا ويجوا بيترحوه بيقولوا هذا هو الحل النهائي شرفوا يا حكومة هاي دي أو اللي بعض اخدوا القرار ومشوه أما نجي كل حكومة نقلف لجنة وزرية وتتغير لحكومة ما نلحق وهلأ إذا طارت الحكومة هاي اللجنة الوزرية اللي هلأ معنية بالنفايات شو بتعمل وقفت أساسا هي هلأ وقفت وهيدي صار لأزمتنا من السبتعشر سنة لليوم بالليجنة الوزرية هلأ أنت راجع الحكومات من السبتعشر سنة لليوم كل الحكومات مقلفة لجنة لحل أزمة النفايات مش بس النفايات مطلق مطلق قرار دايما فيه لجنة وزرية بتقبره معناتها أنت اليوم هاي دي الشغلات لازم تتعلم منها وتقول ليش ما عم تقدر اللي جنة الوزرية تحل هايدي الشغلات لأنه هايدي اللي جين الوزرية جاية على سنة سنتين بتلتهي بأمور أخرى معينة بتلتهي بشغلات سياسية كبيرة بتوقف شغلة ما بتقدر تعمل شي بينما لما بتألف لجنة على رأسه مدرع عمين بيكونوا أول شي موظفين تحت المراقبة وتحت المسائلة لأن الوزير اليوم بلبنان مين بيسائله دخلك مين بيسائل الوزير بلبنان شفت اللي جي وزير بلبنان تسأل إلا واحد على أيام السوريين لأنه كان بده من الوقت السوريين يحسبوه الوزير بلبنان اليوم أعوام رئي جمهورية ما حدا بيسائله ما حدا بيسائله ما حدا بيسأل عنه شي اليوم كل وزير ورئيس بينما اليوم المدير العام موظف خاضع للمسائلة خاضع للمسائلة من أجهزة الرقابة من وزيره ومن السلطة السياسية من كل الناس بعد الفاصل الإعلاني الثاني تفجير فردان والانتخابات البلدية قراءة في الانتخابات البلدية ماذا حصل في كل لبنان وفي الإباية تحديدا فاصل إعلاني ثاني ونعود بعد عود إلى لكم مشاهدين وإلى الفقرة الأخيرة من نهاركم سعيد لهذا اليوم قبل ما ادخل بموضوع تفجير فردان وارجع بعده الانتخابات البلدية يقول وزير الصحة والب فعور الذي يشارك في لجنة الاتصالات النيابية اليوم هلأ في مجلس النواب نحن أمام فضيحة سياسية وتغطية سياسية في ملف الإنترنت غير الشرعي والأنسب قد يكون الذهاب اتجاه طرح الرئيس بري تشكيل لجنة نيابية لها صلاحيات قضائية للبت والفصل بالملف أيضا وأيضا حكي بالموضوع الوزير بطرس حارب يقول رفعت بلف التخابر غير الشرعي إلى القضاء اليوم هيدا الملف عم بيقول وزير أبو فعور رايح على لجنة نيابية الأفضل اللي نبعته على لجنة نيابية يعني أخذ ناعة مقبرة بطرس حارب أخذوا على القضاء لوان ورح يوصل هيدا الملف لازم يوصل لأخواتيم أستاذ مالك هذا ملف أنا برأيي في محلات كتير عم بيصير فيه تطخيم وفي محلات كتير يمكن عم يصير فيه تعتيم لذلك أنا رأيي هذا ملف مثل كل الملفات المطروحة بالبلد يروح إلى القضاء والقداء يحتكم إلى ونحتكم إلى قرار القضاء لازم يروح إلى القضاء ونحتكم إلى القضاء وما يصير فيه ضغوطات معينة على القضاء إذا كان عم بيصير فيه ضغوطات صار له 3-4 اذا بدون يألف صار لها ائه بس متشعب هذا الملف متشعب بس لليوم بعد ما في أسماء كبيرة. ولازم يبين. لا هو ضرور يكون في أسماء كبيرة. ملف بها الكبر. ما ضرور. يمكن يكون في أسماء كبيرة. يمكن يكون في أسماء صغيرة. مشاركة أسماء كبيرة. مش مبينة. ما بتعرف كيف تكون صار الأمور. بس أنا اللي عم بيجي يقوله. بغض النظر عن مين مشارك فيه وعمين الحق. أنا عم بيجي يقول هذا الملف مفروض. إذا بدون يحولوه على لجنتين. كمان بناس في الوقت لجنة نيابية تعمل استقصاءاتها ومواكب التحقيقات القضائية كمان بيصير. بس الأساس أنه هذا الم لف ما بيصويض المفتوح بهذه الطريقة. وكل دقيقة هيدا يركب خبرية على فلان. وهيدا يتهم فلان. وهيدا يتهم. لأنه صار فيه بمحل معين فلتان إعلامة. وصار فيه بمحل معين. إذا بدك تجريح بكرامات بعض الناس. واتهامات لناس. يعني الصفات عم تشوه سمعة ناس. يمكن يكونوا أوادن. ويمكن يكونوا مرتكبين. إذا مرتكب تلاع لون النتيجة القضائية أنه مرتكب. وإذا كان منه مرتكب. كمان. بس هذا بده بده بده. حركة سريعة بالخضاء. أنا مع مية بالمية. أنا هيدا الموضوع مع مية. ما بده هيدا البطء بالقضاء. عمل لك. أنا مع هيدا الموضوع. وهون أنا بفتح بس هلالين على شغلي دايما. بحب أنه. يعني هيدا لازم بقى ننتهي منها بمسألة قانون الإعلام. وأنا عضو بلجنة الإعلام. وهيدا يعني هلأ صرت عم بترحب الداخل. وهلأ عم نقول لك شو. مسألة إذا بدك. يعني لك. أنا بفهم بالزمان. كانوا كلمة حدا يحكي كلمتان يجوا يضبوه ويخدوه. ويقولوا هيدا الاعتداء على الحرية الإعلامية. اعت اعتداء على حرية الإعلام. وحرية الرأي. وحرية الله. يخي اليوم أنا بفهم اليوم. اطلع أقول على التليفزيون. أنا ما عجبني رأي الأستاذ مالك الشريف. هذه حرية. ما لك حق أنا تجي توقفني إذا قلت ما مع. بس أنا ما فيني اطلع على التليفزيون. قول الأستاذ مالك الشريف عمل صفقة ما بعرف شو. وسيرق أموال الدولة. أنا شو بكون تهمتك. كون تهمتك بجينية. أنا أمام الرأي العام اللبناني. هلأ إذا عم بعطي مثل عليك. لحتى نكون أنا وياك عم نحكي. إذا اليوم بط أنا هلأ بقول والله هيدا الصحافي عامل السبعة ودمتها. وجيب باخرة سلاح. شو بيشتلع على الرأي العام اللبناني كله بيقول. كل الشعب اللبناني بيصير يقول. سمعتوا هيدا الصحافي شو عامل شو كان عم بيخبر عنه هيدا يا حباش. أنا بضرب لك سيتك على ألفين سنة. بتروح بتدقي علي. هلأ. شي لأنا هيدا يا حباش ني. بعتبرني صحافي. عم قاعد بوجك. شو بيطلع حكمك أنت بمحكمة المطبوعات. أول شي بيحاولوا هيدا الجرم على محكمة المطبوع لأنه هيدا صحافي. لا يا أستاذ مالك. هذا ما هو رأي سياسة. أنا رأي السياسة بقول مش عجبني رأيك. أنا حرية الإعلامية يا أستاذ مالك. بتسمح لي انتقد رأيك السياسة. بتسمح لي انتقد أدائك. هي كشف. لا لا بردون. هيدا الصحافي صارت بمحل صارت استقصائية. لا لا بس بردون شوي. بس أنا اليوم إذا ما عندي معطيات. بردون شوي. أنا عم بعطيك مثل على شخص. عم بيطلع على الإعلام يكذب. أنا ما عندي معطيات معينة. وهذا في تشويه صورتك. وإنت زلمي صورتك لميعة وكل الناس بتحترمك. بطلع بقول والله مالك الشريف عامل تاجرة مخدرات. كل الشعب اللبناني بتروح على المطاعم بيصيروا يخبروا عنك كيف أنت عامل هالتاجرة. وأنا بكون عم بيكذب على الرأي العام. بيغضوا نظر. بس. شو بيصير. شو بيصير بالنتيجة. إذا طلع مالك الشريف فرضا. يا أستاذ مالك. ووضح الصورة وكشف كذب هيداك. بتصير كل العالم بتحكي عن هيداك. لا لا. هذا اللي بدي لك. شو بيصير. انت شو بتروح بت بتدعي. انت شو بتروح بتدعي لي. بتدعي لي أنا أمام المحكمة. أنا متهمك بيجينية. أنا مش عم بعطي رأي فيك. هادي منع حرية. أنا مش حريتي اتهمك بيجينية. وأنا ما عندي معطيات بهذا الموضوع. أنا بطلع بقول هيدا الكلام. بتروح انت بتدعي لي. بتطلع محكمة المطبوات. بتعمل لي غرامي. أنا بتدفع لك خمسمائة ألف ليرة. هادي انت برأيك. حرية إعلام. أنا اطلع. ركب خبرية على مواطن. مين مكان يكون. وخبروا يا خبرية. شو بتعملوا بالإعل لكن.bs. اللي بيطلع. بيحكي عن كلام. وما عنده أي إثبات فيه. لأنه أنا مني قاضي. أنا إذا سمعت خبرية اليوم بالكافيتاريا أنه أنت عامل شغلي واطلعت قلتها على التليفزيون. أنا رأي العام كله أخد خبره. بس أنا مني قاضي تطلع أحكم عليك. أنا إلي حق أطلع أقول عنك أنه أنت عامل شغلي. إذا فيك حكم قضائي بيطلع بقول على التليفزيون. وهذا في عليا حكم قضائي عامل واحد. اثنين ثلاثة. بس أنا مني قاضي تطلع على التليفزيون. اتهم أي مو أو أي فريق أنه عامل 1-2-3 هلأ عم ردك على الكلام اللي عم يصير بيرجع بيرجع بمسألة الاتصالات طب أنا بطلع اليوم بقول الدكتور عبد المنعم يوسف مرتكب 1-2-3-4 ممكن يكون مرتكب وممكن ما يكون مرتكب إذا منه مرتكب مين بيحصل له كلامته اللي بطلع دافع عن حاله أنا ما عم بدافع عنه لا 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 عم بحكي أنا عم بحكي كشخص بغض النصر الوزير بطلع صحص بكاسيد إيه بس أنا بس أنا ماني حقي أنا عم بحكيك أنا كمواطن أو كصحافي أو كأي وحد بيطلع على التليفزيون أنا ماني حقي أطلع اتهم فلان بدون ما يكون في عندي إثبات مية بمية شو مهمة تكشف الحقاية إذا ما حيتي طبعي أنا ماني ضد أنه أنا أطلع أقول عنك هيدا الكلام بس أنت بالمقابل إذا رحت اشتكيت علي وطلعت أنه أنا زلمة كذب وعم بيكذب على الرأي العام بتحكمني بنفس الجرم اللي أنا اتهمتك فيه أنا ساعتها حق كل واحد يطلع يقول بدوية يعني أنا اليوم طلعت اتهمتك بجينية أمام الرأي العام قلت هيدا الزلم يرتكب جريمي وقتل أتيل شوي كل الشعب صار عم بيحكي عليك قاتل أتيل إذا أنت رحت تدعيات علي بتصير أنه أنا أحكم بنفس القصة مش أنه أحكم بميتين ألف ليرة لأنه أنا الشعب الليبناني كله صار عم بيحكي عنك أنه أنت زلمة عامل جريم كبير هذا اللي أنا كده عم بيحكي أنت لجنة الأعلام لجنة أعلام متصلة فيك هي لجنة واحدة أعلام متصلة كمان أصار زميلك بالإدارة والعدل لا عم بيحكي الإدارة والعدل أنا عم بتسألني عن حالي بس هلأ هو ما بعف إذا فات بلجنة الأعلام باركت له لأمال أبو زيل لا والله بيني وينك كنا ملهيين لازم بس نشوفهم بالبلدية ملهيين بالبلديات كنا وين بالبلدية عندنا مرأيت بشكل عام اليوم البلدية هل فعلت السياسة فعلها في البلديات ام ان صوت افتعلت مش فعلت ام ان صوت العائلات قوض الأحزاب لا اكيد الاثنين سوا يعني الاثنين سوا بيأثروا الأحزاب بيأثروا والأحزاب والسياسيين يعني بيأثروا والعائلات بتأثر بس انا برأيي خطأ كبير كبير ارتكب من الأحزاب بالدخول لها الكم بانتخابات البلدية في أحزاب تنبهت لها الخطأ بس بافي نيابية شو بيعملوا بدون يشتغلوا الشاب في أخطاء انا برأيي يعني تنبهت لها بعض الأحزاب مثلا المستقبل المستقبل تنبه للخطأ اللي وقع فيه بسنة من ست سنين لورا واخد قرار بالألفان وعشرة واخد قرار بهالانتخابات البلدية ما دخل بالكرة السنية كلها سوا ما تدخل ترك ثلاث مناطق فقط يعني كبرى تدخل فيهم بشكل مباشر بينما كل الكرة طلع بيانات وانا ما بدخل بينما مرة الماضية بالألفان وعشرة فات بغمار البلديات بكتير من القرى واكبر دليل قرى الباع الغربي اللي هي كانت وعكار انا بللك عكار انا بللك عكار شفت كيف تركوا الموضوع وهذا برأيي قرار صائب جدا هذا بخلاف اللي عملوه القوات والعونية لأول تجربة بعد التحالف اخذوا قرار بالدخول بشكل مباشر بالكرة المسيحية وانا برأيي اذا بكون ناقد قاعد عم برائب او اذا بيستشيروني بالعكس هذا اللي ما عملوا فيه هذا الغلطة اللي عملوها انه هنه كانوا بيقدروا بمحل معين يعملوا تجيش بانتخابات نيبية معينة بس بانتخابات بلدية لا يمكن يعملوا تسونامي ضد العائلات المسيحية يعني ما بتصبط معهم المعيدة لانه انت اليوم هذا الحلف بمحل معين هيك الرأي العام بمحل معين اجا شايف انه هيدا التحالف بمكان معين بحصل الحقوق المسيحية المهدورة صارت الناس تقول خلاص اضامنوا المسيحية معناتها والله وصلنا حقنا كمسيحيين نشوف وين فيه خرق معين عم بيصير او تعدي معين عم بيصير او شي نقص مثلا عند المسيحيين ما عم بيقدر يحصلوا هلأ اذا حطينا ايدنا بايد بعض نحن قادرين نحصلوا بس يا خي اوكي انت حياتة ايدك بايد بعض تقدر تحصلوا من مين من العائلات المسيحية من حالك يعني بقيت تحصلوا من حالك بقيت تحصلوا من ولادك بقيت تحصلوا من جماعتك اللي صار بيزحلي كتير واضح اللي صار بيزحلي لو الأولى فاتوش وميريام سكيف تحالف وربحه بيزحلي بفرق كتير كبير بالعكس بس اللي صار هو بيزحلي انه انقسموا على بعضهم وتركوا الاحزاب كانوا بيلاقحة تالتة وكان معهم بزيادة حزب الكتاب وقدروا اخذوا 30% يمكن 30% بالمعائد المسيحية بالوقت اللي كانوا عم بيحكوا بال86% هلأ هي شو ال86% كمان انا ترجع وضحها 86% هي لما نعملوا تحالف او اذا بدك تقارب القوات العونة نعمل احصاء بالرأي العام مين مع هيدا الموضوع انا سئلت هل انت معتنون نعم انا من 86% بس انا مش من ناخبين 86% حطوني بلوس اكيد بالاحصاء حطوني بلوس فانت اليوم كل واحد مسيحي بتجي بتقله يعني مينو داخلق انا بشوف من اني هول ال14 الاغبيئة اللي قالوا ضد انه اذا اربوا على بعض انا برأي هول ال14 ما بسميهم اغبيئة يمكن هولي عندهم شعور شخصي ما قبلوه هذا الموضوع انه اه تحالف العوني لا لا يمكن في محل معين ما علي شيء انا يمكن بعزل من كلمة الاغبيئة يمكن صادق هذا بس يمكن هولي في ناس يمكن عندهم شهد اطلعوا قالوا انا ما عجبتني الحبرية يمكن في ناس كذا طلعوا قالوا فيه 16% او 14% طلعوا قالوا لا بس انا اليوم كمواطن مسيحي سألتني شو رأيك بالتقارب القوات العوني معها وضوط بقول لك مع بس انا مش معناتها اذا قلت لك انا مع التقارب القوات العوني معناتها مع يلغينا ومع يلغي العائلات ومع يلغي البشر وهذا صار شي تاني البلديات دخول الاحزاب فيها ايه كان محاولة لالغاء العائلات والقرار الحر تبع العائلات يكون اوضح بالتحالف العوني القواتي اليوم ماذا اعطت الانتخابات البلدية لهذا التحالف وماذا اخذت منه انا برأيي كمراقبة بقول لك من بعيد غلطة يعني هلأ لو رجعوا لورا شوي وشايفوا النتيج بدأت تكون هيك انا برأيي كانوا اخذوا قرار ما دخلوا بالانتخابات البلدية كانوا قالوا لشو خلانا تعلم من اخطاء غيرنا اللي وقعوا فيها وصلحوا هلأ مثل ما صارت لك عند المستقبل كانوا اجوا قالوا خلانا ترك هلضيع كف كبير بهذا الموضوع طبعا اكلوا كف كبير على حسابات لوزير جبران باسيل على قليلة بأضل بترون هنة تسونامي كلام هدا انا عبرلك بالسياسة اكلوا كف عم نحكي بالسياسة اكلوا كف كبير بالنتائج يعني الشارع المسيحي ما تجاوب معهم وخصوصا انه بيحسن حالاتهم مطرح اللي ربحوا اخذوا 51% بيحسن حالاتهم مطرح اللي ربحوا اخذوا 51% وبالمحلات اللي خسروا خسروا بتسعة واربعين وخمسة وثلاثين وإلى آخره معناتها هيدا التحالف اللي كان عم بيتصور تسونامي بدي يكون جارف للمناطق المسيحية طلعت نتيجته انه منه تسونامي جارف للمناطق المسيحية بالعكس وبدل ما يفوتوا ساعتها على الانتخابات النيابية عاملين تسونامي وفيتين فيه صاروا وفيتين بانتخابات نيابية على مبلشين بانتخابات بلدية فيتين يعني تعبنين فيتين تعبنين على الانتخابات النيابية مش نهيك أنا برأي كانوا مخطئين بالدخول لهالدرجة بكم التدخل بانتخابات البلدية بالقرى لانه شايفوا انه العائلات عملت ردة فعل عليهم وصارت تقولون يا عمي لا بأن احنا فيه ناس بتحب القوات فيه ناس تحب العونية بس انه أنا ما فيني حب القوات والعونية على حساب عائلتي وعلى حساب ضيعتتي وعلى حساب قرار الداخلي طبعا ضيعتتي هذا شي خاص تركون لنا على الاقل بعدين اليوم السؤال كمان اللي بيسأل واحد استاذ مالك انه اليوم قديش الناس بتقبل ييجي حزب يفرض عليها مثلا انه من بيت الشريف بنفرض عليكم مالك يترشح ليش لانه هو معه بطاقة يخي بركي بيت الشريف ما بدهم مالك بدهم اكس من العائلة ليش بدهم ييجي الحزب يفرض انه انتو كعائلة بتسموا فلان هاي دي عند الرأي العام كمان الناس ما قبلتها ما اكيد الكف اللي اكلوه برأي حضرتك كف سياسي سياسي اللي اكلوه التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بالانتخابات البلدية يقال انه تيار المستقبل اكلو كمان بيروت و ترابلوس بيروت ما رأيت مرأيت بفوز بس فوز ما بيشبه التسونامي اللي بيوصف حاله فيه تيار المستقبل اكيد مال لي قالك طيار المستقبل ما عم يعمل مراجعة جدية لازليش انا عم بجيه لك بس عند وقت طيار العون والقوات لا Gas اكيد طيار المستقبل عام Wa parks يعمل مراجعة جدية لهالموضوع وبدون يشوفوا راب لازل الاخطاء اللي ارتكبوا اللي حتى يصلحوا اكيد صار فيه غلط وبدوا يتصلح طبيعي صار فيه غلط مال لي قال مصار فيه غلط هو الرئيس الحريري وقال هو بيتحمل مسؤولية الأخطاء اللي صارت وإذا ما كان شايف أنه في غلط معنى أنه في مصيبة أكيد شايف أنه في غلط وهذا الغلط عم بيصلحه وبدو بلش يصلحه بكل هذا وهلأ بدون يعمله ضمن أي إطار ممكن يكون بتصليح ما بعرف يعني في عدة ما في سقوط في إلو سبب وما في نجاح في إلو سبب كل شي بتحط عدة اعتبارات بتخليك توصل لهدف أو عدة اعتبارات بتروح لك الهدف اللي انت حاط المهم تيار المستقبل أخذ قرار بإصلاح قالوا الرئيس سعد الحريري على الإعلام أنه أخذوا قرار أنه كل شيء بده يتصلح الصغرات اللي وقعوا فيها ليش وصلت الشعبية طبعا لهون ليش عدة اعتبارات أنا أذب تسألني بقلك ممكن في عشر اعتبارات هذي الاعتبارات اللي بيقدر يصلحوا الرئيس الحريري يحاولي صلحه اليوم تقريبا اللي وجه له صفعة للرئيس سعد الحريري الوزير أشرف ريفي يقول بختام هذه الحلقة قبل إحكي عن تفجير فردان بشكل سريع يتهم بشكل مباشر حزب الله في قراءته السياسية بتفجير فردان اليوم أنت ما بتشوف هيك؟ أنا بدي أسألك أنا عم أسألك لألخي مهمتي هون أنا أسألك وأنا مهمتي أخذ منك شويب لألك شغلي للأسف أنه أنه يعني بدك تتهم فريق داخلي بهيك شغلات وفي أمور قبلها كمان تم اتهامه من جريمة الرئيس الحريري وغيره بس اليوم إذا بتطلع فيها أنت بالسياسة بتشوف أنه والله هذا الفريق عمل هال يعني هالمشكل صاير مع البنوكي بشكل أساسي كمان وصلت قصة لبنان مهجرة وثاني يوم صارت تفجير هلأ فيه ناس تجيب تقولك معقولة أغبية لدرجة يروحوا يحطوا تفجير ومبارع علقانين هني بياهم بالإعلام وفيه ناس ثانين بتقولوا إيه يعني بيقولوا إيه مش سئلينين لأنه واصل قصة معهم على الآخر إجوا عملوا هذا الكلام أنا اليوم ماني بيوضع أجي يقول مية بالمية هني عملينا أو مية بالمية هني مش عملينا أنا اللي بيقول لك يا على الأكيد أنه التحقيقات ماشي على قدم وثق وفيه تطور جدي بالتحقيقات اللي عم بيصير رح نوصل لنتيجة أنا بشوف أنه مفروض نوصل لنتيجة أنا بشوف مفروض المفروض نوصل بكل شيء لنتيجة لا لا لأ لك لشي لأنه هاي الجريمة صارت تقريبا يعني بوقت كان بعدها يعني أول شيء المنطقة اللي صايرة فيها كلها كاميريات ومنطقة إذا بدك مانا كتير مانا كتير بعيدة وبيظهر أنه فيه ناس نزلوا وحطوها وطلعوا يعني مبينة أنه بعض الوجوه اللي مشاركة فيها بس تقول المعلومات أنه مش كتير واضحة الوجوه فيه شيء بيقول بس ما فيه عندك عدة يعني كاميريات ناطرين تيشوفوا لوين ممكن لوين ممكن يوصلوا بتاخد شوية وقت بس لازم تبين يعني الأمور الرئيس سعد الحريري أول موقف لقله قال يعني تقريبا أنه ما بدنا نتهم هلأ فلننتظر التحققات طبعا يعني أنا عملك فلننتظر هلأ الوزير أشرف ريفي عم يتهم كأب السياسة ناطرين لح تنشوف الوقاع وأنا ليش عملك ما فيني إيه بس وزير أشرف ريفي بالمقابل من بعد اتهامه بالسياسة عم بيقول مثل ما فشلت سبعة أيار ورتدت على الحزب وزير أشرف ريفي عم بيستبق التقيق الأمني وراح بالسياسة إلى هذا الاتهام اللي كتير من الرأي العام شايفه هيك بس تجي بتقول لي أنه مية بالمية أنا بقول لك بقول لك لا ما فيني أقول مية إلا ما انتظر التحقيق إذا بيين بس إن شاء الله بيبين التحقيق أنا المتفاعل فيه أنه لازم التحقيقات تتبين كيف الأمور كيف الأمور رايحة وإذا تبين أنه هني عملينا بقول لك أنا ببقول كمان بيكون بيكون تشوف مين الطابور الخامس الدخل على الخط لحتى يامو لدى الوضو لأنه في رأي بيقول أنه مش معقول يكونوا أغبي إلى درجة بهالمعركة بالزيت والعاني إعلاميا يحطوا تاني يوم تفجير على باب البنك وفي رأي بيقول أنه لأ بيحطوه كانوا معتبرين أنه معموم أنه معتبارا انطلاقا من المنطلع أنه محنا بيصدق أنه هني بيحطوه على كل حال يبدو ملف الإنترنت يتشعب نحن انتهت حلقتنا بس يبدو كمان بالمعلومات أنه لواء إبراهيم بصبوس يحضر في هذه الأثناء إلى مجلس النواب هو والقضاء الأربعة اللي عم يتابعوا ملف الإنترنت غير الشرعي للمشاركة بلجنة الاتصالات يبدو الأمور عم تتفاعل جديا داخل هذه الجلسة على أمل أنه فعليا نوصل لنتيجة في هذا الملف وكل الملفات اليوم شعبنا كتير بالملفات بس ولا ملف كان فيه له حل بكل أسف هذا هو البلد أهلا وسهلا فيك دائما ضيف عزيز في هذا البرنامج وهذه المحطة النائب هادي حكاش عبدو كتلان المستقبل كان ضيفنا لليوم شكرا لمشاركتك معنا وإلى اللقاء مشاهدين الموعد يتجدد غدا عشر ونص صباحا بتوئيت لبنان بقية نهار هادئ ونهاركم سعيد ترجمة نانسي قنقر